كوتش عبدالله معاكم بتكلم عن الموضوع كان وايدي ارقني افكر فيه استغرب منه ان فيه ناس يشوفون نتائج حلوة لما يستمر معاي بالتمرين شهر شهرين ثلاثة في بعضهم سنة يتغيرون يعني فيه ناس يتغير خنقل تغيرات بسيطة ولكن ايجابية وفيه ناس لا يتحول يصير انسان ثاني ويصير ايجابي واثق من نفسه جسب تدون وايض قليلة اصار رياضي متكامل يعني وصل مرحلة هو وايد من الثالث على نفسه ومعنين يوقف شهر شهرين يوقف سنة يوقف سنتين يوقف ونما يوقف ما يوقف ان مثلا توقف ظروف معينة معا يرد يستمر لا يوقف مرة واحدة بعدين بعد شهرين ثلاثة سنتين ثلاث سنين يكلمني كوتش والله اشتك حق التمرينة بيرجع وتغير حالي وأشوفه يرجع للأسف اسوأ من المكان فكنت استغرب يعني شي ضيق الخلق وايد وايد ضيق خلقي فما كنت مستوعب يعني هل تمريم ممل هل هو محاب الرياضة هل هو مو عارش شنو هدفه هل هو ما يبيحقق النجاح الشخص بعدين اكتشفت لما شويت دراسة وبحث وقريت وتعلمت اكتشفت ان كل الاسباب بتأدي الى سبب واحد فقط ويمكن ما ايها الشي ببالك ولكن هو الخوف الخوف هو رقم واحد ان انت ما تستمر بالرياضة على طول او ما تستمر باي شي تبت انجح فيه فاليوم بذكر لك خمس اسباب وفي اسباب وايد ولكن هالخمس اسباب يعني اللي هم اكثر اسباب الخوف اللي تخلي الواحد ما يستمر بالنجاح او ان يستمر باللياقة البدنية ويخليها لايشتايل على طول اول شي خوف من الفشل الخوف من الفشل ان انت ما توصل حق شي يعني فيه ناس حط توقعات كبيرة في لما يدش بالتمرين ما يشوف التوقعات يخاف من الفشل نفسه فيقول لك اعلى يعني لو استمر حين ليه باتر ما قاعد يشوف الخوف هذي يخلي ما يبي يستمر للأسف ويوقف رقم اثنين الضغط الاجتماعي يخاف من الناس اللي حواليه للأسف فيه ناس يعني يضغطونك اجتماعيا ان يحسسون ان انت قاعد تسوي شي يديد انت قاعد تسوي شي مختلف عنهم انت قاعد تسوي شي مو صح بالنسبة لهم يعرفونك ان انت هذا وضعك فانت تخاف من الضغط الاجتماعي شنو الناس يقولون عنك شنو هالتجربة اليديدة شون انت قاعد تسوي شدي ما تخاف انت يعني فيه ناس للأسف يضغطون عليك اجتماعيا وانت تضغط على نفسك بحيث ان تقول خلاص ما قدر اكمل رقم ثلاثة تغيير العادات يعني انت بتغير عادات التمارين نفسها انت ما كنت تمر الحين لازم تلتزم تغير عادات الاكل اللي كنت تتحبه الحين لازم تغيره وتاكل الاكل صحي فهذا يأثر عليك تخاف ان انت مارح تاكل اللي تحبه تخاف من خنقل شد العضلات اللي انت مو متعود عليه تخاف من هالعادات اليديدة هذي فتقول مر شهر شهرين معنين جسمك يحن على العادات اللي انت بتعود عليها رقم اربعة تجارب سابقة يعني انت خنقل استمرت شهر شهرين ثلاثة وما شفت النتيجة اللي انت تتبيها وبعدين بعد سنة سنتين ترد نفس النظام وما تشوفه ففي التجارب هذه اللي انت دايما تمر عليها تخليك تقول كل مرة اروح نسي شي فانا ليش اروح من البداية فانا خايف اروح اضيع وقت واستمر على الفاضي فالتجارب السابقة تأثر عليك ورقم خمسة نقص الدعم يعني انت تشوف نفسك بروحك ما احد بهتن فيك تخاف تروح الجم ما تعرف من اللي معاك من اللي حواليك ما تعرف من الكوتشز او من اللي بيدربك او شلو الوضع فالدعم مو موجود وغير شذي الدعم من الاخرين يعني انت في ناس للأسف يعني 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 عرف واحد للأسف مثلا هو يبي يروح يعني صغير وقالي يقول حقه هلا انا بيروح النادي شفت النادي زين شفت النتائج حلوة بس اهلا والمحيط اللي حواليه الدعم ماله وايد سلبي يقولوا له انت ماينفع لك التمرين انت لازم تسوي نفسنا تسوي تكميم يعني انت وزلك وايد عالي انت راح تروح الفاضي يعني تحبيط فالدعم نقص الدعم هذا راح يخلي الشخص يخاف انه يروح اساسا النادي ويسوي شيء مختلف على الباقي غير شدي في اسباب وايد تخلي الواحد يخاف ولكن هذين الخمسة اسباب للأسف تخلي الشخص يخاف طبعا الخوف طبيعي يعني انا ما اقول لك انه انت المفروض ما تخاف ولكن انت لازم تكسر حاجز الخوف يعني انت اذا ما راح تكسر حاجز الخوف راح تظل نسمها انت لابد انه تكسر حاجز الخوف لابد انه بمجرد ما تحس انه فيه توتر فيه الشغلات قاعد ترجع فيك ليه ورا اكتشف انه لا هذا شيء انا مو اللي ابي انا قاعد اروح ليه جدام خلس تمر ليه جدام النجاح ما راح يكون على طول فوق يعني لا تحط توقعات كبيرة النجاح ما راح يكون ليه فوق راح يكون فيه تحت up and down up and down راح تشوف مرات انت top مرات انت down ظروف صعبة تمر عليه كل شيء ولكن اهدافك اللي ببالك لازم تحققه اذا تريد توصل حق النجاح اكسر حاجز الخوف واستمر باختصار شديد